التغير المناخي هو المتهم الأول فيما تشهده أوروبا من فيضانات هي الأسوأ منذ عقود بحسب مسؤولين أوروبيين مع أعداد قتلى تتزايد مع دقات الساعة ووسط مشاهد الخراب التي خلفتها المياه الجارفة يتوقع المنقذون في ألمانيا العثور على المزيد من الجثث خاصة بعد تعرض منطقة لانزلاق تربة مروع في ألمانيا المتضرر الأكبر من الكارثة كما أدى فيضان سد في منطقة هاينسبرغ الألمانية على بعد 65 كم جنوب غرب دوسلدورف إلى إجلاء أكثر من 700 شخص بشكل طارئ يقول شهود عيان إنه لم يكن كافيا للهروب من المياه الضاربة وفي بلجيكا المجاورة ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 24 قتيلا فيما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين خاصة في الأقبية المغمورة وفي السيارات التي جرفتها السيول كما هطلت أمطار غزيرة على لوكسنبورغ وهولندا حيث غمرت العديد من المناطق وأرغمت السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص تاركة شوارع ومنازل مغمورة بالمياه الموحلة عزلت تجمعات سكنية بأكملها ويجاهد الرجال الإطفاء والمسؤولون المحليون والجنود وبعضهم على المثن دبابات في مهمة ضخمة ببعض الأماكن المتضررة تتمثل بإزالة أكوام الركام التي تصد الشوارع فيما تبذل الجهود لاستعادة خدمات الغاز والكهرباء ترجمة نانسي قنقر